فيما يتعلق بهذه المباراة اخر حاجة بالنسبة لنادي الزمالك نهاردة نادي الزمالك تلقى خطاب رسمي من اتحاد الكورة يفيد بتأجيل المباراة الفاصلة امام الاهلي لموليد تسعة وتسعين جواب قال الحاقة لخطابنا بتريح كذا بشأن قرار ادارة المسابقات باقامة مباراة بين الزمالك والاهلي موليد تسعة وتسعين يوم الاربع ستة وشين خمسة بملع بسك الحديد قرر الاتحاد عدم اقامة المباراة المسكورة في الموعد المحدد وسكت يعني قال قرر عدم اقامة ما قالش بقى تأجيل خلي بالك ده الكلام اللي فيكو فاكر انا قلت ايه هو قال لك انا ايه قرر عدم اقامة المباراة يوم ستة وشين وسكت طبيعي لو هو هيلعبها قرر تأجيل وسيتم تحديد الموعد ده طبيعي في الصياغة ما يقول قرر عدم اقامة يعني هنرجع لللي انا قلته لو تفتكروا اللي متابعيني كويس قلت الماتش مالوش لازمة الماتش مالوش لازمة بش حاجة اسمها موليد تسعة وثين بطول تسعة وتسعين ده جدي وجدتي بيعابه قدام بعض منفعش ده معمولة كانت مجاملة لامر او الاخر مش وقته ان احنا نقوله مش مجاله لكن فيش حاجة اسمها مسابقة تلاتة وعشرين سنة ولما سألنا قال لك عشان كابتن شوي غريب يختار كان الرد اللي انا قلته قبل كده ده عنده خمسة وعشرين لعب سوبر بيلعبوا قرردي في انديوتهم مؤسسيين في انديوتهم مؤسسيين هياخد منهم تمنتاشر لا ده هياخد منهم خمستاشر لان فيه تلاتة محترفين وهيقلش كل العدد الباقي هيقلش تمنتاشر واحد تلاتاشر واحد هتقلشه من اللعيبة الكبار هيدور بقى مع كل الاحترام على سندس وبوندس كلام مش منطقي اطلاقا يعني لا يعقله عقل على الاطلاق فانا قلت للموادسة احمد ميجاد لما كان هنا على الهوى تقول له هذه المباراة لا قيمة لها وما لاش لازمة وبس الراجل ما شاهد سياسة قال لك الاول حدين ده معاد وبعد كده قال لك ايه تقرر عدم الاقامة بقى اين هتاخد ايه هتاخد السلطنية يعني اللي هيكسة باخد السلطنية ايه المجد يعني 99 دي سوبة في جبيني ان انا اقول بطول 99 من اساس ريال طيب ده بالنسبة النادي الزمالي